أستاذ محمد القوسي برضو هناخد ردود أفعالك أثناء المباراة طبيعة المباراة ازاي بكل السيناريو اللي مر بيها وكمان سؤال للجميع بعديها نقطة من الأول السطر نفتكر من سنة تقريبا تسعين لتلاتة وتسعين كان فيه تلات سنين عجاف على النادي الأهلي ومن تلاتة وتسعين انطلق النادي الأهلي بجيل مختلف من تلاتة وتسعين لألفين ببطولات كبيرة جدا وكانت مباراة اعتقد نادي الإسماعيلي مع النادي الأهلي كان نقطة الانطلاق لهذه المسيرة الطويلة هل ده يطبق مع هذه المباراة ان هيكون ان شاء الله نقطة من أول السطر وان هذا الجيل قادر خلال السبع سنين الجاية او عشر سنين الجاين انه يحقق بطولات كتيرة جدا لا بالنسبة لنادي الأهلي بتبقى المسألة بالنسبة له مجموعة من الأجيال بتسلم أجيال وعملية متواصلة وكل جيل بيجي قد دوره لغاية نقطة معينة ويكمل الجيل اللي بعديه يعني في المسيرة يعني ده مش معناها نجيل اللي قابله كان متوقف هو جيب بدأ مرحلة جديدة لا ده جيل يكمل واضاف نجمة جديدة للتامة النجمات اللي موجودة في النادي الأهلي انه تمنى ان الجيل ده يكمل ويضيف نجمة واثنين وثلاثة ويتيجي بعدها أجيال تانية تضيف وتكمل المسيرة لان النادي الأهلي يعني جيل ورا جيل بيسلم أجيال ورا أجيال بتسلم بعضيها من 1907 لغاية 2020 واعتقد ان ده ناج والسياسة موجودة مستمر يعني أصد في مباريات ساعات بتتحط مباريات كده نقطة انطلاقة لبطولات بداية مرحلة جديدة بداية مرحلة فيها بطولات مستمر يعني المباراة دي بالنسبة للنادي الأهلي أو بالنسبة للجمهاري النادي الأهلي أو بالنسبة لنا كلنا أنا كنت شايفها دي واحدة من أهم المباريات في تاريخ النادي الأهلي أنا الحقيقة من ساعتنا بدأت تشوف كورا شجعنا دالي عمري ما عاشت هذه المشاعر ولا هذه الأحاسيس اللي أشتاها في المباراة دي الحقيقة كانت واحدة من أصعب المباريات اللي أنا عاشتاها لدرجة أن أنا بدأت أتحرك للمباراة أنا تباعة من الساعة سبعة يعني أنا طبعا عايش جو المتش من يوم الجمعة الصبح بس دقا من الساعة سبعة كنت بصدد تتخذ قرارين ما تتفرجش على الماتش ما تتفرجش على الماتش لكن كانت عندي مشكلة كبيرة جدا ما بين الصعوبة اللي أنا وجيهها وإن أنا هتفرج على الماتش وما بين إن أنا إن ده شغلي ده لزم تتبعها عشان آه هتكتل ازاي وشغلي مرتبط بدرجة كبيرة جدا إزاي هيعمل شغلي وأنا مش هتفرج على الماتش وإزاي هيقدر هتحمل التسعين دي دي الحقيقة يعني كانت عملية صعبة فلما احنا كنا كده فكنت بقول الله يكون فعون اللقايبة والجهاز الثاني اللي موجودين في أرض الملعب ازاي يعني هاداروا يتحركوا ويشتغلوا بالشكل ده دي كانت مباراة صعبة وصعوبتها مش للنهاية انت لقبت نهايات كتير جدا لقبت 13 نهاية قبل كده ولقبت نهايات واخر 4 سنين لعب ده التالت نهاية بالنسبة لك بس صعوبتها في مواجهة فريق اللي هو المنافس التقليدي والاكبر لك في القرى والاكبر لك في مط والدرب الاعظم اللي هو نادي الزمالك وده دليل يا جماعة على ان مباراة الاهل والزمالك مباراة لها طبع خاص انا اعتقد وفي ظني بعيد على المستوى الفني يعني الدرب اللي هو بين برشلونة وريال مدريد ما يجيش في الاحاسيس مش في الكورة يا كابتن هاني زي اللي بين الاهل والزمالك الاهل والزمالك متغللين جوة شخصية المطرية مكتوب من اكبر خمس دربيات على مستوى العالم احساس المطريين بالاهل والزمالك كبير قوي لدرجة أنا لما كنت عدتت فرجت على الماتش فيه ناس بيتعايت يعني قرارتت تتفرج عليه دخلت قرار تتفرج عليه عدتت طبعا من الساعة سامعة لغاية الساعة تتاعة كنت رايح الأهرام ورجعت علشان تتفرج على حداية الأهرام تاني وأنا وقد قرار بحاول أن أنا أستهلك الوقت في الطريق عشان ملحقش الماتش لكن لقيت نفسي برجع قبل الماتش من نصف ساعة ورقيت نادي حداية الأهرام لقيت النادي تقريبا كما يكون أشبه باستاذ القاهرة مليان على الآخر مثلا بالرغم فيه مثلا يجسدت تبع شاشات استاذ القاهرة بالزبط قعد ناس والدنيا مقفولة تماما وصمت شديد جدا دعوة عدت رحت أخد كرسي وعدت في مكان منفصل لحد عشان يتابع المبارا